وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيها على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة عندي مكالمات تنتظر تفضلي يا رندا أيها السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله شيخ عندي سؤالين تفضلي السؤال الأول هل ينفع للوالدة أن تسمح لبنات خالتي أنه يحضروا اللي هو المعسل أو الشيشة عندها في البيت ويتناول المعسل مثلا كل أسبوعين أو كل أسبوع هل هذا يعني هل الوالدة تؤتم أو لا يعني يشربون معاها لا هي ما تعسل يعني بس هما يجيبوها عندنا في البيت ويمكن أنه يعسلوا طيب يا رندا السؤال الثاني السؤال الثاني حاليا يا شيخ تارجة في الكوافرات أو الصوالين النسائية حكاية التاتوري هو زي الوشم هو ليس وشم ولكن يكون تاتور مؤقت ممكن فتراته تكون ما بين أسبوعين في بعضها سنة في بعضها سنتين الأسبوعين بتكون فقط كده حبر في الطبقة الأولى من الجلد أما اللي تجدس سنة وسنتين بيكون نحت في الطبقة الأولى من الجلد بس ما بينزو الدم نهائيا أستفتر هل هذا الشيء حلال ولا حرام إن شاء الله يا لندا ويعطيك العافية شاء الله يعافيك أهلا وسهلا تفضل يوم علي السلام عليك عليكم السلام أبت الله لديه ثلاث أسئلة تفضل أختي سؤالي الأول أنا لا أفهم إقراءة القرآن فأستعمل القلم القارئ وأتبع مع القارئ أين قال هذا أحيش إن شاء الله سؤال الثاني القحلة هذا اللي يضح على العين المرسم هذا يمنع الوضوء أم لا إن شاء الله سؤال الثالث أيوة بالنسبة للدعاء ما هو صيغة الدعاء في السجود وغير السجود هل أصلي على النبي إذا كنت في السجود أم لا أكتفي بالتمجيد الله سبحانه وتعالى ثم أدعوه بالنسبة للدعاء اللي يقول سبحي أشرا إلى آخره هل في السجود أم في غير السجود وكيف صغته لو سمحت شالم علي شكرا جزاك الله أهلا وسهلا فضل يا راشد السلام عليكم السلام شكرا جزاك الله عندي ثالث سألة بارسك الله فضل يا راشد السؤال الأول إذا كان ثلاثين بينهم كراهية وغيبة ونميمة بين بعضها فأريد أن أصلح بينهم هل يجوز أني أكذب مثلا على شخص منهم أقول له والله فلان كان يمدح فلان كان يذكركه الخير ولا خير أحياني إن شاء الله السؤال الثاني إذا كنت على سفر سواء كنت في السيارة أو الطيارة أو سفينة وردت أن أصلي ركعتين نافلة هل أصليها وأنا جارس في مكاني بالتجاه الطريق ولا ألتفت إلى القبلة إن شاء الله سؤال الأخير سلحفات البحر هناك ناس يأكلونها يعني فطريقة كيف طريقة ذبحها ذبح العادي ولا هي لها رقبة نعم إن شاء الله يا راشد حياك الله فضل خميس السلام عليكم أعيكم السلام محمد الله يا حي الله معك خميس من عوان مرحبا خميس تفضل الشيخ معي سؤال واحد تفضل سؤال ينسى راتبي سببنك تجاري كيف أقول لك راتبي راتبي مع المعاشر سببنك تجاري أي وحيانا يتم إداء من البنك يعني الإداء من عرفة ذات من البنك إداء مبلغ قوال 50 ريال هل هذا المبلغ حرام أم حلال يعني تجد زيادة في حسابك في الراتب أبشر يا خميس تسمع الجواب وفي حالة أنه حرام كيف تصرف به طيب أبشر مرحبا تضلي ناجي السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا شيخ أنا صار معي حالة أول أمس ونبي منك الفتوى ما هو حكم أخذ التعويض بتصليح السيارة يعني نامني غلطان وجدتني سيارة في مرة هل حلال أم حرام أقول لي صلح لي والله نجيب لي سيارة حلال أم حرام إن شاء الله يا ناجي والسؤال الثاني ما حكم المرة أمام المصلي بعد موضع السجود يعني أو متري أنا ما جدت بعد موضع السجود ما حكم ذلك إن شاء الله بارك مرحبا يا ناجي الفضل يا أبو مريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أمك إن شاء الله في طاعة الله آمين وإياك عندي سؤال يا شيخ أن اقترض مني إنسان أي وقد ضبني حلي نعم ومرت سنوات سنوات وتوفي هو وتوفيت زوجته وانتظرت من الورثة أنهم يسئلون أو يقولون وكذا ومرت سنوات أيضا من بعد موت الوالد والوالدة وهم عندهم ورثة ابنتين أي فقمت معي الشيخ أنت أي معاك أسمع تفضل أي و وأجاء الشيطان وأغرابي وبعت هذا الحلي ولكنه ما كمل المال المقروض ما كمله نقص منه وجزاك الله أهل التخير أبو مريم يا أبا مريم نعم نعم هذا طل أمرك وش يسير لك هذا اللي يعطاك الفضة هذا إنسان ما يقرب لي شيء بس أنا قردت قرض الله للحسان أنت أقردت قرض ها قرض نعم ورهن عندك الفضة فضة رهنها رهن هي رهنها قرضي وعطيت المبلغ أي لكن يعني أعطاك رهن الفضة أي وبعدين لما مات أنت يعني الفضة هذه اللي استلمتها يعني نفس قيمة القرض اللي أعطيته أنقص أنقص شوي باقي زيادة عندك يعني لا زيادة زيادة عليهم على المقروف ها زيادة عليهم هم أي يعني لما بعت الفضة صارت أنقص من المبلغ اللي عطيته نعم طيب أنت الآن لماذا تسأل عن ورثة تبغى الزيادة يعني ولا تبغى تتفاهم لا أنا بعت المبلغ أنا بعت الفضة أي وعنه هل في ذمتي شيء أنا مصابحا باللباق عليه طيب وضحت الآن الصور يا أبا مريم أبشر شكرا مرحبا مرحبا أم علي ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا كلمتك يا شيخ قبل ثلاثة تبيع بنسبة الورث ومالورث وين وأنت الله يعطيك العاق ما قصرت وضحتها وارتحتنا والله بعدها بس بقى شكرا بصحة المعلومة يعني إحنا ما في الحمد لله يعني ما في بيننا مشاكل وين شيء بالأكس اللي وكيلنا ذي طيب وما يقصر بس إنه كان عندنا قصر عشان كذا عندنا قصر يعني صغار ممكن ذكريني بالسؤال يوم علي ذكريني فيه عفوا لا لا قلت لك عن الورث بس أنت قلته وخلاط بس أني بصحح المعلومة طيب ماشي ماشي الحمد لله عندك سؤال ثاني وبقى يعني عندي إحنا أنا والأولاد ساكنين في البيوت يعني وي والبنات ماهم معنا يعني هلأ ادفع لها مجار يعني معجرين أنتم من البيوت لا لا البيوت لنا أنا وأولادي وشريكتي وعيالها احنا في البيوت أيوة بناتي مش معنا يعني هل يعني نحن نجمالهم مجار اللي معنا في البيت والبنات متزوجات ايو البنات متزوجات بناتي كلهم شعال يا معد وانا وولادي وشريكتي وعيالها ساكنين في البيوت وما عندك ما في شيء أجار في البيت شقة مأجرينها ولا شيء ألا ألا ما أجرينا شقتين ها ما أجرينا شقتين وإحنا شاكرين أنا في بيس وشركتي في بيس وأولادي كل أحد بشقين إن شاء الله يا أم علي وشفتني وبرضه أنا ما قلت لك كذبل عن أرض عندنا أرض يعني هل علاها زكاة الأرض هذه أم لا أرض هذه تركة أيوة أيوة ورث برضو هي هي ورث بس ما نمتوقف بونا مكانها لا بيعناها ولا بنينا وما عرضتها للبيع هم جالوا بيبيعونها بس لازل الأرض يخلوها وقالوا بيبنوا المرة يقولون بيبنوا المرة بيبيعون ما 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 زلتوا على شيء طيب أم علي بالنسبة للأجار من يستلم أنت أو شريكتك لا الأجارة شاسمه والدي الكبيب والدك هو اللي يستلم الأجار يأخذ الأجار ويجمعها بس أننا نحن ساكنين بس البنات مهم معنا فأقول لهم حق بالأجار يعني نعطيهم مجار إن شاء الله يم علي تسمعين الجواب طيب باقي سؤالي تفضل يلا شاسمه الوضوء قلت سمعتك مرة تقول وحده أنها ما يصلح تغسل الرقبة وما رقبة قاسدي حتى يعني من تحت اللحية وهذا ما يجوز نغسل إيش هذه اللي تحت اللحية تحت اللحية يعني هذه هذه تشوفيني يعني قصدك المنطقة هذه أيوة يعني قاسدي في اسمه قلت سمعتك مرة تقول أنه ما يصلح يطلون الرقبة إيه مسح الرقبة قلت يعني حتى يعني من تحت اللحية ويكون الوضوء يرتبع إلى الساق يعني نص الساق الساق أبشري طيب أبي واحد اسمه بنتي من الزوجة واحد وعنده أولاد هل يجود أشوفهم ولا ما يجود بنتك بنتي من الزوجة واحد ودوجة هذه عنده أولاد وليس منها يجود أشوفهم أنا ولا ما يجود إن شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية مرحبا أختي مرحبا وضي لي يا زهراء السلام عليكم يا زهر وعليكم السلام ورحمة الله الآن أديّي سؤالين هل رفع الأصبح في الدعاء خارج الصلاة جائز أم الأفضل رفع هذا رفع الأصبح في الدعاء خارج الصلاة حاش صلاة إيه ليس في داخل الصلاة خارج الصلاة طيب السؤال الثاني يا شيخ канале أدلق إيه اللواردة في الصلاة اللهم إني أعود فيك من عذاب القطع والدعاء الثاني حتى الأخير والدعاء الثاني ربي إني ظلمت نفسي حتى الأخير والدعاء الثالث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا أتينا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقعنا عذاب الله ودعاء آخر سمعتك ولم أفجله فأعده للطيدات إن شاء الله تعلمتني يا أستير نعم فهمتك شكرا لك يا أستير وإذا نتعلم منك الله يحفظنا وإياك يبارك فيك أهلا وسهلا أهلا وسهلا من فضلي راشد راشد من عجمان وين راشد طاح راشد طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع بالأمس بقيت عندي الأختمونة من السعودية سألت سؤالين تقول جارهم من دولة عربية تقول اسمه نور الله تقول هل هذه التسمية صحيحة أختمونة بارك الله فيك بالنسبة للتسمية بنور الله هذه مكروهة كراهة شديدة وذلك لأن هذه إضافة النور إلى الله عز وجل فيه اشتباه فالله عز وجل من صفاته النور من صفاته النور الله نور السماوات والأرض والنبي عليه الصلاة والسلام قال حجابه النور ولذلك فيها اشتباه ولو قلنا بأن المقصود النور المخلوق فأيضا هذه فيها تزكية والنبي عليه الصلاة والسلام غير الأسماء التي فيها تزكية فهذا الاسم مكروه كراهة شديدة ولذلك إذا استطاع هذا الإنسان أن يغيره مثلا لو تسمى بنور ما في بأس نور مثلا لا بأس أما أن يضيف إلى الله عز وجل النور الله فهذه كراهة شديدة إذا صعب عليه فالذي يتحمل هذا والده الذي سمه وهو ليس عليه إثم لكن إن استطاع أن يغير وليس ثم إشكالات ولا عقبات ولا شيء فالأفضل بل قد يتعين عليه تغيير الإسم مونة تقول أنا عندي أولاد خمسة أيتام تقول انتعبيني جدا تقول أدعي فأقول اللهم أخذني أخذهم ما حكم ذلك مونة بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصرح الله لك النية والذرية وبارك الله لك في الأولاد هذا الكلام ما يجوز الله يرضى عليك ويبارك فيك يحرم على الإنسان أن يدعو على نفسه وعلى ماله وعلى ولده وعلى خادمه هذا كل مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على خدمكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة يستجيب الله فيها الدعاء فكيف تدعين على نفسك ما يجوز اخت الفاضلة والنسبة للأولاد تدعي لهم بالهداية من دعاء المؤمنين ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام تقولين اللهم أقر عيني بصلاح أولادي اللهم ردني وإياهم إليك ردا جميلا اللهم أصلحهم يا رب العالمين اللهم جنبهم السوء والفحشاء والمنكر اللهم جنبهم الأشرار وقهم كيد الفجار من الأدعية الطيبة هذه بارك الله فيك أما تدعين أن تقول اللهم خذم أو خذني لا ما يجوز والإنسان أصلا لا يجوز له أن يتمنى الموت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه لضر أصابه يعني مثل مرض مثل عقوق أولاد مثل المشاكل الأسرية مثل خسارة في التجارة هذا ضر فما يجوز إنسان يقول اللهم أخذني لا يقول إذا كان لابد يعني وصل مرحلة يشعر بأنه ما استطاع يصبر مثلا ويخشى يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي هذا إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام فياخت الفاضلة ادعي لي أولادك وإن شاء الله ما دمت أنت صالحة وأبوهم كان صالحا إن شاء الله الأولاد يصلحون سبحان الله العظيم بالنظر والتجربة أي ولد ينحرف وكان أصل تربيته صح يعود سبحان الله العظيم لماذا؟ لأن تعب الوالدين في أول الحياة واصلاحهم للأولاد وعنايتهم بالأولاد سبحان الله الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن لا يضيع أجر من أحسن لا يضيع أجر وعمل الوالدين اللي تعبوا على الأولاد ولذلك تشوف بعض الأولاد الله يهدينه وإياهم فترة المراهقة أو بعدها تجد عنده يعني يريد أن يقضي وطرة في أمور الدنيا وكذا لكن سرعا ما يعود سرعا ما يعود يعود لطبعه أصله الطيب اللي نشع عليه فمدام أنت صالحة وأبوهم إن شاء الله كان صالحا ادعي لهم واللهم ردهم إليك ردا جميلة ولا تدعين عليهم بارك الله فيك لند من السعودية تسأل تقول بالنسبة للوالدة هل يجوز لها أن تسمح لبنات خالتي بأن يحضروا يحضروا المعسل الشيشة يعني لما يزوروننا في البيت وهل الوالدة تأثن لند بارك الله فيك سلمي على الوالدة وقولي لها أنت قدوة لبناتك وبنات أختك وبنات أخوك وللأسرة والأقارب جميعا ولا يجوز للإنسان أن يسمح بالمنكر في بيته فالوالدة هي ملكة البيت وهي المسؤولة عن البيت فلا يجوز لها أبدا الواجب عليها أن تستقطب هؤلاء البنات وتنصحهم وتعظهم وتذكرهم الشيشة هذه من الأمور التي هي محرمة في الراجح من قول أهل العلم لماذا؟ لما يترتب على شرب الشيشة من المضار الصحية والدينية ولذلك هي من الخبائث هي من الخبائث والله جل وعلا يقول عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم بإجماع الأطب على أن الشيشة والدخان سبب من أسباب جملة كبيرة من الأمراض وأخطرها السرطانات سرطان اللسان وسرطان اللثة وسرطان المريء وسرطان المعدة وسرطان الرئتين نعوذ بالله نسأل الله العافية والسلام والشيشة والمعسى هذه أخبث من الدخان العادي أخبث وأشد والعياذ بالله نسأل الله العافية لما تشتمل عليه من النكتين الذي يدمر خلايا الجسم ويعبث بجسم الإنسان وهذه ليس فيها ولا فائد هذه مضرة والنبي عليه الصلاة يقول لا ضرر ولا ضرار وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات بالسم يأتي يوم القيام يتحسى هذا السم في نار جهنن وهذه سمها الآن ما في ولا فائدة ذكرها العلماء من شرب الدخان والشيشة ولا فائد و كيف تسمح الوالدة بيتها اللي ما شاء الله بيت طاهر و بيت مطمئن فيه الناس يصلون أنا سألتك أنا تفاجأت في البداية ظنيت الوالدة هي تشيش أيضا قلت لي لا لكن يزورون كيف تسمح بيت يعني يسمع فيه القرآن و الذكر و الصلاة و القرآن أنها تسمح لبنات بنات أختها بأن يزورونك و يعتم بالمعسن فرصة للوالدة أن تذكرهم تخوفهم بالله عز وجل تبين لهم حرمة هذا الأمر فتاة والعلمة مشهورة و معروفة و إذا لزم الأمر تقولهم تفضلوا لكن بشرط ما تشيشون عندي في بيتي إذا كنتم تريدون تصلون الرحم لا تؤذوني في هذا المنكر اللي جايبين في بيتي فتكون حازمة و جاء حازمة و صارمة في مثل هذا الأمر و بإذن الله يكون هدايتهم على يد الوالدة بارك الله فيك لندة تسأل تقول في شيء في الكويفيرات الآن ما يتعلق بالتاتو يعني تقول هناك وشم مؤقت و وشم يستمر سنتين تقريبا الوشم المؤقت مجرد زي الحبر مثلا يطبع لكن الثاني لا يعني ممكن أنه يخترق الجلد أو شكل يعني شيء في الجلد ما حكم ذلك أختي لندة بارك الله فيك أولا بالنسبة لمسائل الوشم عموما أنا تكلم عن الوشم عموما النبي عليه الصلاة والسلام لعنى الواشمات و المستوشمات و الواصلات و المستوصلات و المتفلجات للحسن و المغيرات خلق الله و لذلك الوشم الذي ذكره العلماء هو غرس الإبرة في الجلد و وضع الكحل أو أي مادة أخرى حتى يعني ينتج عنها لون معين في الجسم الآن طبعا الوشم حسب أخذ وضع جديد على حسب التقانات الآن الموجودة و التطور فأصبح الوشم عن طريق الليزر و شيء من هذا القبيل الحكم واحد فكل من وشم فهم العون على لسان النبي عليه الصلاة و السم إلا إذا كان ضرورة بحيث أن الأطباء وصفوا على أن هذا المكان لازم يوشم لأجل أن يعالج هذه الضرورة و الضرورات تبيح المحظورات و أنا ما أدري حسب الطلاعي ما أعرف أن الوشم يمثل دواء أو يمثل تطبب مثلا هذا من باب التفقه الأمر الثاني ما يتعلق بالوشم المؤقت عفو نتاتو المؤقت اللي هو يتشربه الجلد بحيث أنه يكون نفس حكم الحنة ما في بأس في مثل هذه الحالة إذا لم يكن فيه تشبه بالفاسقات والفاجرات أو لم يكن فيه تشبه مثلا بشيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى لا بأس بذلك و لا يمنع الوضوء مدام أنه نفس حكم الحنة يأخذ حكم الحنة أما إذا كان لا أخذ وضع آخر بحيث أنه غرس في الجلد و يبقى مثلا مؤقتا لمدة سنة أو سنتين فإذا فعلا اصطبغ بالجلد بحيث تشرب أيضا الوضوء صحيح لكن الفعل محرم الوضوء صحيح لكن الفعل محرم بارك الله فيك أم علي من السعودية تقول أنا ما أحسن قراءة القرآن لكنني أقرأ عن طريق القلم القالة ما حكم ذلك أم علي بارك الله فيك و زادك الله حرصا و هذا عمل صالح و طيب و لكن يعني كل ما قرأ الإنسان بنفسه أفضل فما هي السورة التي تحفظينها أكيد يا أم علي تحفظين بعض السور الفاتحة مئة بالمئة تحفظينها لأنه ما يجب على كل مسلم كل مسلم يجب عليه حفظ السبع الآيات يجب على كل مسلم أن يحفظ الآيات السبع وهذه سورة الفاتح لماذا لأن الصلاة ما تصح إلا بها و لذلك كرر الفاتح أقرأيها و يقول هو الله وحد أنا أجزب بأنك حافظته قل هو الله وحد تعدل ثلث القرآن عندك إنا أعطيناك الكوثر إذا جاء نصر الله و الفتح و العصري المعوذتين قل أعوذ رب الفلق تحفظين أكيد لا تساهلين قل هو الله وحد تعدل ثلث القرآن قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك إذا نام عليها الإنسان قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس فريح النبس فرح شديد لما أنزلها الله عليه و لذلك كان أنه سلم يوصي أصحابه بأن يقرؤها في الصلاة و خارج الصلاة سورتين عظيمتين فأختي الفاظلة دائما نحرصي اللي تحفظين أنت غير واجب عليك تختمين القرآن و لذلك اقرأي و رفعي صوتك مدامك في البيت لأن رفع الصوت بالقرآن بالقدر المسموح فيه شرعا يعطي قوة للقلب سبحان الله العظيم و ذلك بعض الناس الآن قراءة قراءة على الصامت مثل ما يقولون حاط نفسه على الصامت ما يصلح هذا ليس بقراءة هذا نظر لا الإنسان إذا قرأ يحرك لسانه و شافته و أيضا يجهر يرفع صوته شوي مدام الحمد لله أنت في بيتك و ما عندك أجانب ارفع صوتك لأن سبحان الله فرق بين إنسان يقرأ و بيرفع صوت و بين إنسان يقرأ بهمس ما يرفع صوته شوف هذا سبحان الله يعود على قلبه بالقوة و يشعر بالإيمان و يشعر بتأثر قلبه بهذه القراءة أما اللي يقرأ قراءة صامتة أو قراءة في همسها هذا لا يتأثر مثل ما يتأثر الذي يسمع نفسه و يجهر بالقرآن الرجال المطالبون أيضا بأن يجهروا بالقرآن لكن الجهر بالقدر الشرعي الذي وضعه النبي عليه الصلاة و السلام و هذا ما يمنع أخت الفاضل أنك تستمعين إلى القرآن عن طريق القلم القارئ هذا ما في مانع لكن أنصحك بأنك تكررين القراءة و ممكن من خلال القلم القارئ تحفظهم بعض السور أم علي تسأل عن الكحل المرسم هذا القلم اللي يحط في العين تقول هل يمنع الوضوء الجواب لا ما يمنع الوضوء بالنسبة للكحل أخت الفاضلة اللي سواء الكحل المرسم أو الكحل اللي هو عن طريق المكحلة هذه هذا كله ما يمنع الوضوء و وضوء المرأة الصحيح و لله الحمد و المنه أم علي تسأل عن الدعاء تقول تسأل عن صيغة الدعاء في السجود و غير السجود تقول هل يزم أنه نصلي على النمسلم و بالنسبة للتسبيح عشر في السجود و شيء من هذا القبيل تريد يعني معلومات عن هذا الأمر أم علي بارك الله فيك طبعا بالنسبة للدعاء الدعاء عبادة الله عز وجل و قال لربكم ادعوني أستجب لكم قال جل وعلا و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان و النبي عليه الصلاة و السلام يقول الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة و الدعاء فيه دعاء مطلق و فيه دعاء مقيد الدعاء المطلق أن تقومين بدعاء الله عز وجل في كل زمان و في كل مكان و على أي حال سواء كانت عليك الدورة الشهرية و كان عليك نفاس كنت طاهرة كنت جنوب يعني على أي حال قائمة قاعدة مطجعة تدعينا الله سبحانه و تعالى و لذلك الدعاء ما له زمان و لا مكان و لا حال و لا هيئة معينة حتى يقال و الله أدعو الآن لا يدعو العبد ربه عز وجل على كل حال و في كل زمان و كل مكان الدعاء المقيد لا اللي قيدها النبي عليه الصلاة و السلام سواء في الصلوات أو خارجها مثلا في أماكن مثلا عند الصفاء و عند المروة بعض الأدعية المقيد بالنسبة للصلاة الله يرضى عليك و يبارك فيك طبعا بالنسبة للركوع و السجود الركوع تقولين سبحانه ربي العظيم هذا الواجب واحدة و أدنى الكمال ثلاثة و أعلى الكمال عشرة السجود تقولين سبحانه ربي الأعلى و هذه واجبة مرة الواحدة و أدنى الكمال ثلاثة و أعلى الكمال عشرة أدنى أعلى الكمال عشرة يعني سبحين عشر مرات الأمر الآخر بالنسبة للدعاء خارج الصلاة تقدمين بين يدي دعائك التمجيد و التعظيم و التقديس لله و الصلاة على رسول الله يعني مثلا تقول اللهم لك الحمد أنت الأول و فليس قبلك شيء و أنت الآخر و فليس بعدك شيء و أنت الظاهر و فليس فوقك شيء و أنت الباطن و فليس دونك شيء اللهم أنت الأحد الصمد الفرق الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفون أحد اللهم أنت الحي و القيوم لا إله إلا أنت اللهم ذا الجلال و الإكرام اللهم صلي و سلم على عبدك و نبيك و تدعين الله عز وجل خاصة إذا كان لك حاجة أما في الصلاة ليس شرطا أن تقدمين بيني الدعاء التمجيد و التقديس و الصلاة على النبي لماذا؟ لأنك أصلا أنت مجدت الله بقولك سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى هذا تمجيد و تقديس لله عز وجل لما تقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى هذا قدمت من يدي دعاك التمجيد لله ثم تدعين الله لأن النبي عليه الصلاة و السلام سمع عنه في السجود أنه كان يقول اللهم ألهمني رشدي وقيني شرع نفسي راشد بن أبوظبي يقول إذا كان بين أثنين كراهية و غيبة و نميمة و حاب أني أصلح بينهم ممكن أكذب لأجل الإصلاح الجواب نعم النبي عليه الصلاة و السلام نهى عن الكذب إلا في ثلاث نهى عن الكذب إلا في ثلاث و من جملة الثلاث الإنماء بين المختصمين معنى الإصلاح أو ينمي خيرا يعني يصلح يصلح فيجوز لك مثل ما ذكرت تأتي فلان تقول له يعني فلان يحبك و يقدرك و فلان تمنى أنه ما دخل معك في مشكلة و يتمنى الصلح هذا بهذا الكلام أن تطفئ جمرة غضبه و النار المؤججة في صدره و تذهب إلى الثاني و تقول فبهذا جسرت ما بينهم و ردمت الهوة اللي حصلت و تجمعهم و هذه حقيقة من الأمور التي تدخل تحت قاعدة المصالح و المفاسد فأنت لم تكذب كذبا مثلا يقود إلى مفاسد محضة أو راجح بل يقود إلى مصلحة راجح مصلحة راجح بل قد تكون محضة و هو الإصلاح بين الناس و لذلك الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم طرق الإصلاح كثيرة فإذا رأيت بأن هذا الشخص ما يمكن يصطلح مع هذا إلا بأن تكذب عليه بمثل هذه الصورة ما في بأس لكن هذا ما تلجأ إليه إلا كخيار أخير خيار أخير يا راشد يعني مثلا تقول والله ما كل ما أكلمه رجل صاد و يزداد و العياذ بالله تيه و يعني يغضب أكثر فلما تقول هذا الكلام يكون هذا من باب الإصلاح و تؤجر على ذلك راشد يسأل يقول إذا كنت في سفر بأي وسيلة من وسائل النقل سواء طائرة أو سفينة أو سيارة يقول حبيت تصلي ركعتين كيف استقبل القبلة راشد بارك الله فيك بالنسبة للإنسان يجوز له أن يتنفل على الراحلة أو وسيلة النقل وهو جالس وهو جالس سواء كان الطائرة أو سيارة أو باخرة أو قطار أو دابة حتى لو كان راكبا فرسا أو حمارا أو بعيرا يجوز له لماذا لما ثبت من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على الحمار كان يصلي على حماره صلى الله عليه وآله سلم وفي لفظ على الدابة المقصود بأن يجوز قضية استقبال القبلة يختلف فإذا كنت أنت مستقبل القبلة ما يحتاج أنك يعني أمامك القبلة تصلي إذا كانت القبلة خلفك أو عن يمينك أو عن يسارك مثلا بعض العلماء يقول ما يشترض أن يستقبل القبلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصلي على الراحلة وتدور به حيث شاءت فيبقى يصلي من أهل العلم من قال يستفتح الصلاة إلى القبلة وبعد ذلك أينما اتجهت به الراحلة يعني أنت الآن في الطائرة مثلا والقبلة عن يمينك زين تقول هكذا الله أكبر وترجع إلى وضع الكرسي اللي أنت فيه وهذا في الطائرة أو في السيارة بعض العلماء قالوا ما يحتاج لأن يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض يعني الشارع الحكيم سهل في مسائل النوافل راشد يسأل يقول بالنسبة للسلحفاء في البحر يقول أشوف بعض الناس يأكلها كيف طريقة ذبحها راشد بارك الله فيك بالنسبة للسلحفاء هي بر مائية هي بر مائية ولذلك إذا كانت بر مائية فلا بد من ذكاتها لأن الأمر إذا اجتمع فيه حاضر ومبيح فيقدم الحاضر يعني المنع احتياطا للعبادة هذه قاعدة أصولية عند العلماء فاجتمع في السلحفات أمران كونها مائية وكونها برية ولذلك حيوانات البر لا بد من تذكيتها لا بد من تذكيتها إلا ما يصاد صيد بضربه فلا يشترط إلا إذا أدركه فيه حياة فالمقصود بأن تذكى السؤال هل لها نفس سائلة يعني يطلع منها دم تراني أنا أجهل والله السلحفات هي يجوز أكل السلحفات لكن أتكلم على طريقة الذبح اللي أعرف بأن السلحفة لها دم يعني لها نفس سائلة ولذلك تذكى يخرج رقبتها وتذكى كما تذكى بقية الأشياء لماذا؟ الاجتماعي أمرين فيها كونها مائية وكونها برية في باب الأطعمة يغلب الحاضر على المبيح يعني لا بد من تذكيتها بارك الله فيك خميس من عمان يقول راتب ينزل في بنك تجاري وصلني إيداع من البنك وفيه مبلغ زائد جوائز يقول كيف أتصرف في هذا المبلغ خميس بارك الله فيك بالنسبة لي يعني راتبك إذا كان نزل في بنك ربوي تجاري كما ذكرت وما ينزل عليه من جوائز هل أنت دخلت في عملية سحب مثلا؟ إذا دخلت أنت في عملية سحب فلا يجوز لك وحرام عليك أن تستلم هذا المبلغ وإنما تتصدق به تتصدق به بنية التخلص بارك الله فيك إذا لم يقبله البنك أما إذا كانت تفاجأت ما دخلت لا في عملية يعني منافسة أو مسابقة ولا البنك أصلا أدخل مبلغ عفوا أدخل المبلغ الذي لك ضمن هذه العملية فهذا جائز هذه هدية من الهدايا التي تعطى للمتعامل هذه هدية من الهدايا ما لا علاقة أما إذا أنت دخلت أو البنك قالوا لا نحن دخلنا أصلا حسابك ضمن هذه العملية عملية المسابقة و المنافسة هذا لا يجوز و تأخذ و تعطيه فقير أو مسكين بغير نية الصدق ناجي من ليبي يقول حصل لحادث من قريب يقول ما حكم أخذ التعويض لإصلاح السيارة ناجي الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة بالنسبة للتعويض الذي أعطي يعني أعطوك إياه هذا حلال لك تصلح فيه السيارة فالسيارتك تضردت و أنت يعني أخطأ عليك الذي صدمك تستحق أنت التعويض و التعويض هذا إما أن تستلم المبلغ أو أن تصلح السيارة و يدفع المخطئ يدفع القيمة أو الجهة المؤمنة أنت ليس عليك إلا أن تصلح السيارة أو تقول السيارة أريد هذا التعويض حلال بارك الله فيك ناجي يقول ما حكم المرور أمام المصلي بعد موضع السجود ناجي بارك الله فيك بالنسبة للمرور بين يدي المصلي و بين محل السجود هذا محرم و لا يجوز بعض العلماء قالوا مكروه و النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه نهيا شديدا و حذر من ذلك فدل على أنه محرم و لا يجوز إذا تعمد الإنسان أما إذا أخطأ ما كان يدري فالخطأ مرفوع من حيث الإثم و الجناح قضية المسافة المسافة هي ثلاثة أذرع هذا الذراء هذا الذراء مسافة ثلاثة أذرع من أصابع الرجلي المصلي إلى محل السجود هذه المنطقة حرم للمصلي لا يجوز لأحد أن يمر بينه و بين الثلاثة أذرع هذه أما ما بعد الثلاثة أذرع فليس للمصلي الحق أن يمنع الناس من أن يمروا بعد ثلاثة أذرع يعني بعد محل السجود بعد محل السجود لا يحل له ذلك يحل له أن يمنع ما بين محل السجود و ما بين قدمه اللي هي ثلاثة أذرع بارك الله فيك و السنة للإنسان أن يتخذ سترة أو يصلي إلى سترة كجدار مثلا أو شيء يعني جدار أو سارية أو مكان مرتفع مثلا وإذا كان في المسجد يذهب إلى الجدار أو السارية إذا كان في البيت أو في الصحراء يحمل معه شيء ليصلي إليه يعني هذه هي السترة أبو مريم من عمان يقول في شخص طلب مني يعني مبلغ مالي وأعطيته المبلغ المالي هذا يقول ورهن عندي فضة حلي فضة يقول توفي الرجل وتوفيت زوجته يقول أنا بعت الفضة ونقص عن المبلغ يقول انتظرت الورثة يأتون أو شيء يقول ما أحجه يقول أنا يعني صراحة الشيطان أغواني وخليه بعت الحلي وكذا ولكن يقول نقص عن المبلغ ما حكم ذلك أبو مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لما فعلته صحيح ولله الحمد فما دام أنك أقرت هذا الرجل مبلغا ماليا وقالك هذه الحلي الفضة خليها عندك رهن ثم توفي وحبيت أنك تستوفي حقك ما في شيء بارك الله فيك وتقول أنا النقص اللي حصل أنا مسامحهم فيه تؤجر على ذلك لكن طبعا كان الأولى والواجب عليك أنك تخبر أولاده تقولهم يا جماعة أنا أطلب والدكم مثلا وحط عندي رهن لأن أحيانا قد يكون هناك من يطلب غيرك وعندنا مسألة ما يسمى بمسألة الظفر بالحق ومسألة الغرماء الأسوة أسوة الغرماء هذه مسألة لكن مدام تصرفت إن شاء الله ما عليك شيء في مثل هذه الحالة وسماحك للناقص من المبلغ تؤجر عليه بحول الله أم علي من السعودية تقول أنا والأولاد ساكنين في بيت الورثة تقول عندي بنات متزوجات تقول ممكن نعطيهم شيء لأن أنا وشريكتي ضرتها تقول ساكنين في البيت وعندنا شقتين أجار تقول هل يستحقون البنات شيء من الأجار يا أم علي بارك الله فيك الأجار هذا ترك الشقتين المأجرينهم هذه لك ولجميع الورثة أنت وشريكتك تشتركون في الثمن والباقي للذكر مثل حظ العنثيين وابنك الكبير هذا يجب عليه أن يتق الله وأن يتعلم ويفهم هذه الأحكام الشرعية ما يجوز لأنه يخزن الأجار ويضع في حساب فقط لا ما يجوز ولذلك أنت وشريكتك تشتركون في الثمن يعني أجار الشقتين تتفقون أنتم إما أنهم تقسمونه شهرياً أو تقسمونه آخر السنة أو تقسمونه آخر السنة ثم بعد ذلك يتقسمونه على ثمانية على ثمانية الثمن اللي هو سهم أنت وشريكتك والباقي للذكر مثل حظ العنثيين لأولادك اللي هم البنين والبنات لابد من هذا أما قضية يأخذ الولد يحط هذا ليس بصحيح ممكن الولد يعني يأخذ ما يتعلق بالصيانة مثلاً يخبركم تتفقون وتتراضون على أنه إذا كان في صيانة ترى هذا نحطها في صيانة الشقتين حتى لا لأنه حتى أنتم يعني الشقتين هذه بصيانة وحتى يطول عمرها يعني لأن عمر البيوت الافتراضي مثلاً يختلف من بلد إلى بلد فحتى يطول عمرها مثلاً لابد من صيانة تتفقون على هذا تتفقون على هذا فهذا حق للجميع اللي سواء متزوجات هذه لهم حق في التركة يعني كنا متزوجة خلاص لا لهم حق في التركة والأجار من التركة ومعالي تقول عندنا أرض يعني من التركة تقول تركناها يعني هل عليها زكاء الجواب لا ما دام أنكم ما عرضتوها للبيع ما عليكم زكاء فيها ولذلك هذه الأرض تركة توزعونها تبيعونها وبعد يتقسمونها بين الأولاد وإذا رضيتم جميعاً على أن تبقونها لأن الوقت الحالي مثل ما ذكرتي أنت الأسعار نازلة تنتظرون حتى ترتفع ممكن لكن تنتبهون إذا عرضتوها في السوق ودخلتوها في السوق يجب عليكم تزكونها كل سنة لأن هذا من عروض التجارة إذا ما بيعت يعني أما إذا بيعت خلاص يتقسمون المبلغ ومعالي تقول يعني بالنسبة لمسح الرقبة سمعتك تقول بأن مسح الرقبة يعني ما يصح هل نمسح الرقبة من الأمام من جهة اللحية مثلاً جهة يعني منطقة اللحية يعني مثل قضية الزيادة في الساق وكذا سمعت حديث في هذا ومعالي بارك الله فيك بالنسبة للرقبة مسحها من الأمام ومن الخلف بدعة بدعة لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما مسح الرقبة لا من الأمام ولا من الخلف لذلك ما ورد في الحديث أن مسح الرقبة أمام من الغل هذا غير صحيح فأنت الآن تقولين طبعاً احنا شبهنا مرثاء الأولى مسح الرقبة بهذه الطريقة هذه بدعة الآن تقولين من هنا نمسح الرقبة هذه بدعة أشد هذه بدعة أشد لماذا؟ لأن ما ورد في الحديث الذي فهمه بعض الفقهاء على أنه يعني من السنة من الخلف وهذا فهم باطل لأن الحديث ما يصح وزيادة على ذلك أن يمسح من الأمام هذه بدعة أشد من الأولى فتركيها يا أخوة الفاضة وبعدين قضية اللي ذكرتيه النبي عليه الصلاة والسلام قال له الصحابة كيف تعرف أمتك يوم القيامة قال أعرفهم غرًا محجلين من آثار الوضو غرًا محجلين ما معنى الغر؟ الغر الغر هي البياض في جبهة الفرس فيأتي المؤمن يوم القيامة رأسه نور منطقة الوجه والرأس فليس معناه يعني الإنسان إذا جاء يمسح الآن إذا جيت تمسحين راسك اتنزلي للجبهة الجبهة غسلت ما تنزلينه ولذلك الغر محجرين يعني يأتون يوم القيامة التحجيل مثل أيضا تحجيل الفرس الفرس الأدهم أو مثلا هذا يصير رجلينه بيض مثلا يتميز وكذلك هنا والمقصود ليس الإطالة أبو هريرة رضي أنه هو الذي فهم هذا والصحابة خالفوه أبو هريرة فهم وكان يخفي هذا الأمر حتى دخل عليه بعض الصحابة قال ما هذا يا أبا قال أنت هنا يا بني فروخ أو شيء فأبو هريرة فهم فهم خاص جمهور الصحابة على أن المقصود بالغرى والتحجيل هي الوضوء المكتمل يعني مثلا تغسلين رجليك إلى الكعبين ما تشرعين في الساقين هذا فهم لأبي هريرة لكن خالفه وجمهور الصحابة وحتى لو قلنا بهذا الرقبة ما لا علاقة بالرأس ما لا علاقة بالرأس ولذلك تقبرين وتدبرين وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أبدا أنه كان يتعرض للرقبة بالمسح لا من الأمام ولا من الخلف ولذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله سلم ويجب على الإنسان أن يستسلم للنبي عليه الصلاة والسلام استسلم كامل وأن لا يعني يرغب بنفسه عن نفس النبي أو يقدم الذوق والرأي أو قول الرجال على قول النبي عليه الصلاة والسلام أم علي بارك الله فيها تقول يعني تقول بنتها متزوجة شخص وهذا الشخص عنده أولاد من زوجة ثانية تقول هل يعني يجوز أني مثلا أطلع لهم أسلم عليهم الجواب لا يا أخت الفاضل الجواب لا ما يجوز لك أن تخرج على أولاد زوج بنتك من امرأة ثانية غير بنتك ما يجوز وحرام هذو الأجانب عنك ما تكشفين عليهم ولا تسافرين معهم ولا يخلون بك هذو الأجانب بارك الله فيك زهرة من الجزائر تسأل تقول بالنسبة لرفع الأصبع في الدعاء خارج الصلاة كيف يكون زهرة بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا دعا يرفع يديه في الدعاء هكذا ولذلك ورد رفع اليدين عن النبي عليه الصلاة و سلام في أحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي من كثرتها فكان يرفع يديه عليه الصلاة و سلام و يقربهما إلى صدره بهذه الطريقة و يدعو الله سبحانه و تعالى في الخطبة خطبة الجمعة كان النبي عليه الصلاة و سلام إذا دعا قال بأصبوعيه هكذا ما كان يرفع يديه على المنبر و إنما كان يشير بأصبوعه هكذا كذلك الإنسان في الصلاة مثلا إذا واحد سلم عليه و حب أنه يفهم بأنه يصلي يرد عليه بهذا الطريق إما بأصبوعه أو يرد بكفه بهكذا ما ينطق و إنما بكفه فلذلك أختي زهرة الله يرضى عليك بارك فيك أنت تقومين بالدعاء برفع اليدين و لذلك من آداب الدعاء رفع اليدين النبي عليه الصلاة و السلام أخبر بأن العبد المؤمن إذا رفع يديه فإن الله جل وعلا يستحي أن يردهما صفرا الله أكبر فإذا رفع العبد يديه إلى الله عز وجل الله سبحانه وتعالي يستحي أن يرد اليدين صفرا بارك الله فيك تفضلوا طيب زهرة بارك الله فيها طبعا تسأل تقول يعني الأدعية التي وردت في الصلاة ذكرت مجموعة أدعية تقول يعني في دعاء سمعته منك و ما فهمته أو ما حفظته ممكن تعيد لي زهرة بارك الله فيك يعني بالنسبة لي الأدعية اللي في آخر الصلاة قبل السلام يتخير منها المسلم المصلي ما شاء مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنت ما شاء الله تحفظين اللهم أن يعود بك من عذاب القبر إلى آخره اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخره اللهم عني على ذكرك و شكرك إلى آخره ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة الدعاء الثاني اللي أعتقد أعتقد بأنك تقصدين الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر و كلمات الله الطيبات الصالحات المباركات لعلك تقصدين هذا طيب انتهى وقت البرنامج و انتهت الأسئلة أيضا ألتقيكم غدا بحول الله و قوته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حملوا الآن من جميع المتاجر الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر